تركة ثقيلة في القصر الرئاسي خلفتها تراكمات الترهل الإداري منذ عام 2003 وتغذت على أنفاق الانسداد المتكرر سياسيا في البلاد الذي تعمق في أطول فترة له في شلل بلغ عاما منذ بزوغ نتائج انتخابات تشرين وأمام رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني الذين بثق من قوى الإطار التنسقي قطب النزاع المتصدر في مشهد الخلافات الماضية مع التيار الصدري على حصة الكتلة الأكبر في البرلمان أمامه مهمات صعبة بما يقرأ في الأوساط السياسية محليا ودوليا على أنه جاء من طبقة سياسية تقليدية لم يوافق عليها من الصدريين والمحتجين الذين ينون الخروج في الشوارع من جديد وتلك ليست أولى التحديات التي واجهها السوداني فثم تغليان سياسي وهمس سري في الأبواب الخلفية للقوى السياسية لم تهدأ سيما بعد اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة غليان بدأ بكسر مقتض الصدر لصمته السياسي رافضا اشتراك أي من التابعين له في تشكيل الحكومة الجديدة ورغم تحقيق خطوة أولى من بين خطوات مشلولة سياسيا إلى أن بوابة إثارة عاصفة سياسية جديدة قد تفتح في وجه حكومة السوداني والتي تتمثل بتنبؤ يدعمه سياسي الصف الأول من المخضرمين في معاصرة تشكيل الحكومات تنبؤ يكشف عن مأزق المحاصص الذي يلاحق توصيف نسيج الكابينة الوزرية لما يراه سياسيون بفعل هيمنة للأحزاب ويدها في الوظائف العليا وخزينة الدولة وهنا التحدي الأبرز فالسوداني الذي نطق ببرنامج خدمي حل أزمات الاقتصاد والصحة والتعليم والصناعة والزراعة لن يكون سهلا عليه عبور معادلة الهيمن على مؤسسات الدولة التي تتحكم فيها أحزاب سياسية تتقاسم بحسب تقارير دولية ثروات البلاد والسير على طريق مزروعة بالشوك عنوان ثابت على رأس مشوار السوداني هكذا يقول المحضرون له كما يرجح المعارضون لنهج ما وصفوه بالمحاصصة التي تكرر شكلها ومضمونها قرابة 87 مليار دولار كاحتياط نقدي تقبع في البنك المركزي بانتظار موازنة جديدة تحقق مشاريع بنية تحتية كبيرة يحتاج إليها العراق بعد عقود من النزاعات موازنة تنتظر إصلاحا اقتصاديا تقوده الحكومة المرتقبة كما ينتظره الشارع العراقي الذي يبحث عن إخماد لنيران المحاصصة التي نهشت مؤسسات الدولة وشلت مشوارها الاقتصادي والاستثماري ويعادة إعمار مدنها المدمرة بفعل الإرهاب والحروب وانتظار آخر مرهون بما تخبئه القوى المعارضة لحكومة الإطار التنسقي ربما تصنعها بحسب مراقبين لعبة عدم الاستقرار الممنهج المعتاد عليه السياسي العراق منذ أكثر من عشرين عاما من غرق البلاد في أزمة لم يصنعها غير السياسيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة